السلام عليكم ومرحباً بالناس لهم يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن لهم معنا نقول لكم مرحباً بكم في قناة شوبر ديزان اليوم الحصة تتعنا وهي ديلة ترويض الثور المصري تسقط إسبانيا وتطير إلى الربع النهائي الأولمبي مع المنتخب المغربي كنا نتأسف على إقصاء المنتخب العراقي ما كنا نقارع لهذا الأخرى لكن شاءت الأقدار ويقدم المنتخب مصر أفضل مبارله في أولمبياد باريس وروض ثور الإسباني بنجاح وأسقطه أرضاً ليطير إلى الربع النهائي متصدر مجموعته مثل المنتخب المغربي الذي تصدر المجموعة وفاز المنتخب المصري على إسبانيا بهدفين لهدف يوم الثلاثاء في ملعب الأولمبياد يعني في المنافسة مجموعة الثالثة وسجل أبراهيم عادل هدف المصر في الدقيقة الرمعين بتسديدة سانوخية رائعة يعني يتعاق كما جابها كما ضربها كما طالوا الأسس كما ضربها مقار عشقا يعني كادرها 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 والهدف الثاني جاء في الدقيقة تسعة وخمسين إذ استغلاله لخطأ قاتل من المدافع الإسباني جون في إعادة الكرة للخلب فيما جاء الهدف الإسبان عن طريق سامويل في الدقيقة الآخرة في التسعين بتلك النتيجة تصدر المنتخب المصري مجموعة بسبع نقاط يليه الإسبان بست نقاط فيما احتل المنتخب يعني منتخبة أخرى مركز الثالث بنقطتين والآخير أوسف باكستان رابعا بنقطة واحدة وتعد هذه الأولى مرة يتصدر فيها المنتخب المصري مجموعته المنتخب المغربي كذلك ومثل في تاريخ مساركتي في أولابياج منذ العمل بنظام المجموعات وليس مباراة خروج المغلوب وإن سيلاقي المنتخب المصري وصيف المجموعة الثانية والتي تظن كل من اليابان باراقواي المالي والكيان الإسرائيلي لكن اليابان ضمانت بالفعل صدارة المجموعة وسيلاقي إسبانيا وستقوم مباراة المنتخب مصري من الجمعة المقبلة وأن أبرز إنجاز لكورة القدم المصرية هو الحصول على مركز الرابع في أولابياج أفستردام 1928 وطوكيو 1964 هذه هي من أكبر إنجازات وحب هذه هي مشاهدنا أول قرار من الاتعاد المصري بعد الفوز المنتخب مصري على إسبانيا في أوليبيات باريس وإنحق بعد تحقيق المنتخب المصري الفوز المستحق على الثور الإسباني بهدفين مقابل هدف وبتلك النتيجة يرتبع المنتخب مصري إلى السبع نقاط محتل الصدار الترتيب المجموعة الثالثة فيما يتجمد رصيد المنتخب الإسبانيا عند ستنقاط ودهشة كبيرة عند الصحافة الصدمة كبيرة عند الصحافة الإسبانية وضرب المنتخب مصري أوليبي موعد مع بلصيف المجموعة الرابعة في دور الستطاعش من منافسة كرة القدم بأولمبيات باريز وقرر جمال علام رئيس الاتحاد كرة القدم يعني مكافأة مكافأة استثنائية للاعبين منتخب مصر الأولمبي بعد فوزهم على إسبانيا في المباراة التي جمعت بينهما ضمن منافسات كرة القدم بأولمبيات باريز وحرصت جمال علام على تهنئة اللاعبين وجهازهم الفني الملابس في حضور محمد باركات المشرف على المنتخب وحلمي مشهور يعني عضو المجلس الإداري واحتفل الجهاز الفني في المنتخب مصر الأولمبي واللاعبون مع باركات بين فوز الثامين ويضم الجهاز الفني مايكل مدير الفني وطيقو مدرب العام وعادل مصطفى مدرب وسيد سواركي مدرب الحراس المرمع ومحمود حرب مدير إداري وليناردو مدرب أحمال والجو يعني المحل يعني المحل الآداء وياسر عبد العزيز منسق الإعلامي وخالد صرحان مترجم وطارق سليمان رئيس جهاز الطبي وده سالة الصلاح عشور أخصائي التأهيل والعلاج الطبيعي وأحمد إيهاب الإداري ومحمد عبد الحاكين وأحمد شوقي في تدليق وعبد السليم وعلى سعيد في المهامات يعني المتخب المصري ونعرف كيف سيفوز في هذا المبارس خاصة أمام إسبانيا عندها طعم آخر أمام إسبانيا عندها طعم آخر عادية يعني من الصحابة الإسبانية تنفجر غضبا بعد فوز يعني في أولابيات باريس وسلطت الصحب الإسبانية الضوء على فوز المنتخب مصر الأولمبي على ناظره المنتخب إسبانيا مساء يوم الثلاثاء يعني وتلقى المنتخب في الجولة الثالثة من منافسة كرة القدم وتألق أبراهيم عادل في تلك المباراة حيث تمكن من تسجيل هدف يعني أهداف المنتخب المصري الأولمبي وارتفع رصده إلى سبع نقاط يعني ماركة إسبانية أمام مصر وكتبت صعيفة ماركة إسبانية تقرير عنيف ضد المنتخب الإسباني الأولمبي حيث جاء عنوانها إسبانيا تدبع ثمن يعني باهد للقيلولة في أمام مصر وقالت من خلالها في عمل من أعمال الكرم والديبلوماسية يعني قدمت إسبانيا لمصر احتفال وطن في كرة القدم إسبانيا دفعت ثمن كسلها حيث خسرت الصدارة قبل الربع النهائي المصريون دون إنشاء هرب خططوا وأقاموا نظامهم للتحقيق المفاجأة كونك باطل أوروبا يفرض عليك أن تكون متصدر في كل شيء وأضافت اللعب في الساعة الثالثة بعد الظهر في صيب هو إشارة إلى دواعي الطفول إنه أيضا وقت ضروة لأخذ القيلولة تستمر حتى الخاريب بالنسبة للإسبان كانت مباراة مزعجة وأوصلت لقد فهمت لقد فهمت مصر مع النيني مسؤول عن عمليات في وسط الملعب أنه ضد إسبانيا في أي فئة عليك الانتظار حتى يحدث يعني الخطأ باستثناء تسديدة بعيدة من فور إلى القائم وين وقع رجال سانتي في الكمين يعني والتكرر واستردت كان تشكيل تشكيل بمثابة توفيد لخطأ مع العديد من عمليات تدوير حتى يتمكن لعبون مثل يعني فارمين لوبز أو ديكاس يعني أبطال اليورو من الراحة بهذه الشكل سرق مصريون الكرة وانطلقوا مثل السالوخ إذ سقطت الكرة أمام عدد فنان متركز على الياسار والذي يلعب في برامل ديز فإن همامات تنتشر عبر المدرجات في البوردو واستصلت في واحد من تيكا على مقاربة من نهاية الشوط الأول اختلقت كرة طاويلة للدفاع الإسباني وسددها عادل من خارج منطقة جزاء ليسجل هدف العالم في مرمى يعني الإسبان لم يكن الأمر غير عادل يعني لأنه كان ردت فعل لخطأ منفذ جيد لقد ابتعدت إسبانيا كثيرا عن المباراة لدرجة أنها لم يعد معروف ما إذ كانت في بوردو أو في ملعب آخر وتبعت يعني وقيل أن أني أخاف يعني أني أخاف المصريون من تغييرات إسباني وصلت حقيبة أخرى من الحلوة فقد أهدر فاتيكو الكرة بشكل سيء ومرة مرة أخرى سجل إبراهيم عدل بمغناطيس في مرمى الإسباط واختتمت أزعجت هزيمة إسباط والتي كانت تحتضن يعني تحتضن آمال في بعض اللعب الفردي مثل ضربة رأسية من كامفيلو يعني ضد القائم كانت مص هي التي استمتت بنفسها على الأرض الملعب وقلصت ضربة ضربة الرأس من سامو ومسافة وخلقت يعني الآمال ضائد ولكن الآمال قد فات ساعة يعني ساعة إسبان في جعل لأن حفلة مص لا تنسى وينقيلو لمكلفة في أي فئة هناك وقت للتعلم يعني بصحتهم فازوا بصحتهم عندهم الحق هذه يا أخي أولي شو برهضرنا على بنيلي أولي بنيلي أولي بنيلي بنيلي لا تنسى وشعطونا كومنتر وبرتجونا الفيديو إن شاء الله دائما معكم بجديد وتفعيل الجارس ومشي أبوني أبوني معنا ورب يحفظكم ويحفظنا معكم